الحاجة التي تدعو للابتسام وتدعو للبهجة هو لقاء للقاضة العرب لقاء لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ويتم تناول وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي أوضعنا الرهنة في المنطقة العربية تم التأكيد على حاجة مهمة حتى تستمر القافلة ليس في السير وإنما اقتباسا من كلام الرئيس قفزات لازم قفزات تعزيز العمل العربي المشترك واحد اتنين وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات اللي بتشهدها المنطقة خلي بالك الكلام مش إنه التحديات الاقتصادية التحديات على العموم وعلى الإجمال ليه؟ علشان توحيد كل الجهود الممكنة للتوصل دائما إلى تاني أسهل حاجة بقى أن أقدر نقولها إيه؟ التوصل إلى إيه؟ أيوة إلى حلول دائمة تم صحصحين معايا ولا إيه؟ صحصحوا معايا؟ أيوة التوصل لحلول دائمة وده الهدف الرئيسي من وراء الإجتماعات الدائمة والمباحثات الدائمة بتاعة القادة العرب مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طب أنهي حلول دائمة حلول للأزمات في دول المنطقة حلول من شأنها إنها تسهم في إرساء دعائم الأمن بجد الاستقرار بجد واللي بيتبني بالتراكم الشطرنج عمره عمره ما كان حركة واحدة أبدا يعني في الشطرنج ما فيش حاجة اسمها الضربة القضية ده في الملاك ما ممكن الشطرنج طول الوقت تراكم من الحركات المختلفة وصولا إلى فريق أو لعب فائز حلو؟ هنا اللاعب مش واحد هنا اللاعب العرب تراكم وحدة الصف والرؤية